يعني ايه نحافة امتا بقول على فلين ان هو عنده نحافة عايز اقول ان حافة مشكلة منتشرة جدا وبشوفها على مستوى كل الاعمار سواء كان اطفال صغيرين من عمر بداية من سنتين من اقل لحد سن المراهقة لحد شباب لحد رجالة وسيدات متزوجين ولحد كمان كبار السن مشكلة النحافة مشكلة منتشرة جدا وهي فعلا مشكلة ويمكن اصعب كمان من السمنة بالضبط يعني السمنة مع شوية رياضة ودايت مظبوط مع التزام هنخس كده وكده لكن النحافة مهما يأكلوا مفيش همان مش بيبقوا مهما يأكلوا يعولا لكن همان بيبقوا مفيش شهية مفيش قدرة على الأكل دكتور مونة انا عارف ناس بيأكلوا بيأكلوا كتير وتلاقيهم ضعاف جدا جدا يعني يعني هو في مندى وفي مندى ولما بنتكلم وبندخل مع الشخص في حساب اللي هو بيأكلوا على مدار اليوم بتشوفي انه هو بياخد وجبة واحدة هو من وجهة نظره انها وجبة عظيمة جدا انه مفروض عليها تكون دي بتوفي بكل احتياجاته لكن لما بنشوف هو احتياجه قد ايه وبياخد منه قد ايه بيبقى فيه كمان نوعيات اكل خاطئة ما بتديش الطاقة المفترضة اللي توفي بحاجة الشخص لكن الاول هنقول يعني ايه نحافة يعني ايه انا اقول على نفسي انا نحيفة ابني صغير نحيف شاب نحيف او غيره النحافة يعني شخص يفقد عن الوزن المثالي اللي مفروض يكون عليه اكتر من 20% بمعنى انا مفروض اكون 60 كيلو ابقى 48 او اقل يبقى دي مشكلتنا اكون اقل من وزني المثالي 20% تمام الحاجة التانية بنقسها بمؤشر كتلة الجسم اللي هو البي ام اي اللي هو بيقول بيعمل يعني كاتيجوريز كده او بيقول ده اقل من الوزن الطبيعي ده عنده اندرويت نحيفة ده وزن طبيعي ده وزن فوق الطبيعي ده سمنة ده سمنة مفرطة ده سمنة سوبر بيقول او بيعمل شرايح ليه الوزن ويقول احنا فين فانا لوانا است البي ام اي بتاعي لقيته اقل من 18 ونص معنى كده ان انا عندي نحافة ومحتاج علاج